المشكلة ليست في خطأ واحد أو اشتباه واحد المشكلة في المنهج كله من جهة أولى ومن جهة ثانية المشكلة عند رشيد نفسه أخطاؤه و اشتباهاته لا تعد ولا تحصى وسبب جهله وسبب عدم معرفته بثقافة العترة الطاهرة وهذا ما هو حاله لوحده هذا حال كل وكلاء السستاني وكل وكلاء بقية المراجع لكن التطبيق الثاني الذي نحن بصدده في هذه الحلقات عنوانه السستاني لذا سيكون الكلام مركزا على السستاني وإلا كما يقال المطرم الساوي نفس الشيء وكلاء السستاني ووكلاء بقية المراجع فمشكلة رشيد من جهة أولى مشكلة المنهج ومن جهة ثانية مشكلته هو شخصيا إنها مشكلة أصحاب العمائم الذين يفتقرون للعلم وللثقافة ولا يفقهون شيئا من حديث العترة الطاهرة في نفس هذا السياق هناك فيديو اشتركت فيه مؤسستان مهمتان في النجف وهما من المؤسسات السابحة في فضاء السستاني المؤسسة الأولى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي والمؤسسة الثانية هي دار العلم دار العلم تلك المؤسسة الضخمة الكبيرة مؤسسة آل الخوئي التي يشرف عليها حفيد الخوئي إجواد الخوئي هاتان المؤسستان اشتركتا في إنتاج فيديو للتبليغ العالمي وترجم إلى اللغة الإنجليزية نحن أخذنا مقطعا منه في السياق الذي أتحدث فيه في هذه الحلقة فانتبهوا إلى اللوغو في بداية المقطع وانتبهوا إلى اللوغو الذي يوجد على أعلى الفيديو اللوغو والعلامة في بداية المقطع إنها علامة مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي دراسات تخصصية وفي الإمام المهدي واللوغو على الفيديو دار العلم يعني أن هذا الفيديو ناتج من مؤسسة العلم دار العلم لعال الخوع ومركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي وترجموه إلى اللغة الإنجليزية كي ينتفع العالم الغربي من علم النجف كي ينهل الغرب من نمير هذا الخريط سيخرج علينا العلامة رشيد الحسيني برواية لا أدري من أين جاء بها من أين جاء بها لا أدري رجاء أن اعرضوا لنا الفيديو إخواني إذا شخص أكرمك بشيء واحد جاب لي هدية طبيعي لي أكرمني إذا أنا إنسان كريم طبعاً مو إنسان لعيم أكون ناس بأماء كل ما تنطي شنو مولانا على حال يردك بلؤم ولذلك في الرواية إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد لا لا الكريم إذا الإنسان أكرم كريماً ماذا يرجو من الكريم نحن لا ندري هذه الرواية من أي صحيح من صحاح الأحاديث قد جاء بها هل هي من صحيح هيم واللبن أم من جامع أحاديث المدينة تأليف باقر الذين باقر الذين شخصية كوميدية ساخرة يعرفها النجفيون من شخصيات الستينات وسبعينات فلربما جاءنا رشيد بهذه الرواية من هذه المصادر التي لا تتوفر لدينا نسخها المخطوطة الشريفة ما جاء بك على الأحاديث وبعدها وين لقيت الرواية هذا بيت شعر للمتنبي هذا هو ديوان المتنبي بين يدي وهذه القصيدة وهذه القصيدة الدالية المعروفة في مدحه لسيف الدولة الحمداني لكل امرئ من دهره ما تعود وعادات سيف الدولة الطعن في العدى إلى أن يقول وَمَا قَتَلَ الْأَحْرَارَ كَالْعَفْوِ عَنْهُمُ وَمَلَّكَ بِالْحُرِّ الَّذِي يَحْفَظُ الْيَدَى إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة مرد ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة مرد هذا بيت شعر للمتنبي وهو قد سار مسار المثل يضرب به مثلا في حديث المتحدثين سار مسار الأمثال هذا هو واقع عمائم النجاف حتى لا أستطيع أن أقول من أنهم في المستوى الثالث من الثقافة العام لأن هذا البيت سار مسار المثل حتى في هذا المستوى من الثقافة أنا لا أتحدث عن المستوى الأول من الثقافة العام ولا عنه الثاني أتحدث عن المستوى الثالث من الثقافة العام فهذا البيت سار مسار المثل في مستوى الثقافة العام الثالث هؤلاء ما هم بالمستوى الثالث من الثقافة العام و لذا أقول للأكاديميين و أقول لطلاب الجامعات و لطلاب المعاهد أقول لأبناء الشباب احذروا من هؤلاء الجهال الأغبياء هؤلاء لا يملكون لا ثقافة دينية و لا ثقافة أدبية و لا ثقافة معاصرة هذه بعارين بعارين و انهدت عليكم هدها السيستاني عليكم و هذه البعارين مهدودة على الشيعة من أيام الطوسي بس بعد 2003 صارت فضائيات و صار انترنت و الأوضاع تبدلت و صار السيستاني هو الحاكم فهد هاي البعارين عليكم بعارين و انهدت عليكم فاحذروا من هذه البعارين انتم شفتوا مؤسستان من المؤسسات المهمة في النجف و هما من المؤسسات السابحة في جو السيستاني مركز الدراسات التخصصية في الامام المهدي و جايبين هذا العلامة يحدثنا عن الامام المهدي و يقدم نصائح يجيبنا رواية عن المتنبي صلى الله عليه و آله إذا أنت أكرمت الكريم ملكته و إن أنت أكرمت اللئيمة مرد يحضرني حديث لأمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه احذروا 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 صولة الكريم إذا جاع و اللئيم إذا شبع رجاء أعيد بث الفيديو حتى نتمتع بحديث رواة الحديث ذول هم رواة الحديث و صدقوني لو أن السيستاني يخرج رشيد الحسني أفضل من السيستاني في الحديث مليون مرة أعرضوا لنا حديث رواة الحديث إخواني إذا شخص أكرمك بشيء و أحد جاب لي هدية طبيعي لي أكرمني إذا أنا إنسان كريم طبعاً مو إنسان لئيم أكون ناس بأماء كل ما تنطي شنو مولانا على حال يردك بلؤم و لذلك في الرواية إن أكرمت الكريم ملكته و إن أكرمت اللئيم تمرد لا لا الكريم إذا الإنسان أكرم كريماً ماذا يرجو من الكريم؟ الجزء الثاني من صحيح إنهيم واللبن الباب الرابع صفحة 320 رقم الحديث 5 خاب تردون تدورون على الحديث هذا مصدر